موسيقى أرحب بكم مشاهدين من العاصمة الأمريكية واشنطن وحلقة جديدة من برنامجنا في المحور سنتقي في حلقة اليوم مع خبير الشأن الروسي وكبير باحثي مركز اليورو إيجا ومركز الطاقة الدولية داخل المعهد الأطلنطي إيريال كوهن ابقوا معنا في هذا اللقاء أرحب بك معنا اليوم إيريال كوهن لنبدأ بروسيا على الصعيد الداخلي نحن على أعتاب الانتخابات البرلمانية والعالم غائب عنها تماما كون النتائج معروفة مسبقا ماذا يحدث في روسيا برأيك على الصعيد الداخلي اليوم النظام السياسي مضبوط بشكل كبير هناك السؤال هو إلى أي حد سيقومون بتغيير نتائج الانتخابات للحصول على أغلبية للحزب الحاكم هناك عدة مؤشرات أن حزب روسيا الموحد الحاكم لن يحصل على خمسين بالمئة من الأصوات ولكن يعتقد أنهم سيجعلونها خمسين بالمئة النظام مزور هناك لهذه الدرجة وهناك عدد من الأحزاب أيضا عليها إشارة استفهم حزب روسيا الموحدة سيحصل على خمسين بالمئة ومن ثم هناك الحزب الشيوعي وهو ليس فقط ذات الحزب الشيوعي الذي كان تحت قيادة غورباتشوف قبل خمس وعشرين سنة بل هو حزب رجعي ذو رؤية استالينية مع الأعلام الحمراء وصور استالين ولكن بشكل غريب فإنه أيضا حزب مسيحي أرتدوكسي يجمع كل شيء من ماركس إلى لينين إلى استالين الذين يمثلون النظرة الشيوعية المتطرفة والآن هم يقولون إنهم متدينون فوق كل هذا إذن هم لم يعودوا ملحدين بعد اليوم يقولون إنهم ليسوا كذلك نعم وبعد هذا يأتي ما يدعى بالحزب الليبرالي ديمقراطي بقيادة فلاديمير تشوزافيسكي وهو ليس ليبراليا وليس ديمقراطيا هو حزب فاشي قومي متطرف كل ما هو بعد ذلك عليه علامات استفهام كبيرة هناك حزب يدعى روسيا العدالة هناك حزب قومي آخر هو حزب الوطن ومن ثم يأتي حزباني ليبراليان وهو أمر متعمد لتقسيم الأصوات الليبرالية الإصلاحية الغربية والذي هو غالبا تحت العشرين بالمئة أحدهم يدعى حزب التفاحة بقيادة جريغوري ليفرانسكي والآخر حزب الشعب الجمهوري الروسي بقيادة رئيس الوزراء السابق كازيانوف حدث أنهم سيحصلون على ثلاثة بالمئة من الأصوات وليس خمسة بالمئة وهو ما يعني أنهم لن يدخلوا إلى البرلمان وليحصلوا على مقاعد وقد يحصل بعض قادة المعارضة على بعض المقاعد الفردية المرتبطة بالمقاطعات لأن الفرلمان يحوي خمسين بالمئة بنظام القوائم وخمسين بالمئة بنظام المقاعد الفردية ولذلك بشكل طبيعي فإن الفرلمان الناتج سيكون ختما مرنا بيد السيد بوتين وإدارته ونحن نعلم كحقيقة أن البرلمان لا يقرر أي شيء بل يتلقون الأوامر العسكرية مباشرة من الكرملين إذن عندما تقول بأن هذه الأحزاب عليها إشارات استفهام أقصد ذلك بالنسبة لإمكانية دخولها كيف يدخلون إلى البرلمان إذن؟ هل يتعرضون للتهديد من قبل إدارة أو نظام بوتين؟ يسمح لهم بالتسجيل ولكن في حالة عديدة لا يدعمهم الناس لأنهم إذا قاموا بذلك فإن أمورا سيئة ستحصل لهم ولأعمالهم في عديد من الحالات فإن نشاطات هذه الأحزاب سوف تقطع ولا يسمح بتغطيتها قد يخصص لهم نصف ساعة بحيث يعرض كل حزب ثلاثين ثانية دعايا للحزب ولكن بالنسبة للدعوات مرات ومرات فإنها فقط للحزب الحاكم أشخاص كجيتونفيسكي الموجود منذ عام 1993 حين ربح 27% واليوم هو بحدود 11% وربما بعض الشيوعيين سيظهرون على التلفزيون الوطني وما هو مثير للاهتمام في روسيا أن الناس يقولون أن الكبار في العمر هم فقط من يصوتون للشيوعيين مثل الناصريين في مصر نوعا ما الكبار في العمر من يتذكرونه يصوتون للحزب ولكن الجيل الجديد والشاب لن يفعل ذلك ولكن الآن على الاعتبار أن هذا الحزب هو المعارضة الوحيدة الموجودة والفاعلة فإن الجيل الشاب الذي لا يذكر الطوابير الطويلة من أجل الطعام لا يتذكر الملابس الجميلة أو عدم القدرة على السفر أو الذهاب إلى الكنيسة كانت أوقاتا رهيبة عشتها بنفسي تحت ظل الشيوعية لقد كان نظاما رهيبا وهذا جيل الشاب لا يعرفه شيئا التعبير عن أنفسهم وسمح من أبويه أو أجداده كم كان الاتحاد السوفيتي عظيما وكم كان شيئا مجانيا هؤلاء يصوتون للحزب الشيوعي اليوم إذن هم يصوتون للشيوعيين كبديل عن نظام بوتين نعم لأنهم ليسوا سعيدين بحياتهم لكنهم لا يفهمون أن الشيوعية ستكون أسوأ من ديكتاتورية بوتين نعم ما الذي يجعل بوتين يتمادى ويغتال أحد قادة المعارضة مثلا نعم وقد كان صديقي كما قلت حيث اغتال أحد قادة المعارضة واغتال صحفي آخر ويدعي النظام بأن أطرافا أخرى هي التي اغتالتهم حضرت مؤخرا مؤتمرا قال المحاضرون فيه أن بوتين يستخدم العنف بشكل محدود جدا مقارنة بكوريا الشمالية أو ديكتاتوريات أخرى فإن قلة قليلة من الناس قتلت بشكل نادر وبشكل انتقائي جدا الأمر ليس كما كان على عهد ستالين حين أرسل ملايين من الناس إلى معسكرات العمل الإجبارية ولكن يجب الانتباه إلى الأمور الجديدة التي تحصل كل شيء يتم فعله بالقانون تم تمرير قانون يعتبر إهانة الدولة أو الكذب عنها جرما جنائيا أحدهم صور فيديو يوتيوب عن نفسه وهو يلعب لعبة البوكيمون في كنيسة فتم اعتقاله حتى أن ممثلين عن الكنيسة قالوا إنهم سيعفون عنه فقط إن اعترف بذنوبه وطلب التوب عنها إذن الكنيسة جزء من ذلك أيضا الكنيسة بشكل كبير هي داعم لأيدلوجية الدولة كما كان الحزب الشيوعي تحت حكم السوفيت ليس ذلك في حسب قالوا أيضا إنهم سيحاكمون هذا الشاب ليس لأنه يلعب البوكيمون في الكنيسة في حسب بل لأنه نشر فيديوهات لم تعجبهم على اليوتيوب فالبعض صار يحاكم من أجل فيديو على اليوتيوب أو إعادة نشر منشور على الفيسبوك كقصة المقال الأوكراني عن أمر حدث خلال الحرب العالمية الثانية لذا إن لم تعجبك الرواية التاريخية لأمر معين فقد يعرضك ذلك للسجن أو يتم تغريمك أو طردك من عملك حرية التعبير والتي تعتبر أمرا أساسيا في النظال ضد الشيوعية قبل ثلاثين عاما من الآن أضحت أمرا مهددا اليوم وصار الناس يحاكمون بسبب ما يقولون حين تقول بأن هناك أحزاب المعارضة والتي كان لديها نسبة عالية من الأصوات الآن لديهم نسب أقل لماذا يحدث ذلك على رغم أن الشعب الروسي يعاني اقتصاديا لنتحدث عن الوضع الاقتصادي قليلا لنفهم كم هو سيء الوضع الحالي معدل سعر الصرف من الروبل إلى الدولار قبل الحملة على كرايميا كان 32 روبل للدولار الواحد اليوم هو 65 روبل للدولار الواحد تضاعفت أكثر من الضعف لم تتأثر رواتب لأنه كان هناك عقوبات من الغرب وردت روسيا بعقوبات من طرفها أسعار الطعام ارتفعت بشكل كبير ومن ثم فرض الروس عقوبات على تركيا التي كانت موردا كبيرا للخضروات والفواكه أصبح الطعام أقل وبجودة أقل وارتفعت الأسعار ومعها ارتفعت شعبية بوتين كيف حصل ذلك؟ كافة محطات التلفاز الرسمية تعمل لصالحه أكثر من نصف الروسيين يتلقون أخبارهم من محطات التلفاز المملوكة من الحكومة وليس من الانترنت أو الصحف إما محطات تلفاز الحكومة أو المملوكة من شركات تعمل مع الحكومة غالبية محطات التلفاز والراديو وصحف تدار من قبل الحكومة اليوم ولصالح الحكومة تماما إذن ليس هناك أعلام حرة في روسيا هناك بعض الحرية على الانترنت ويتم محاربتها بعض منصات الانترنتية خارج روسيا لذلك فإن الحكومة تجري محادثات مع الصينيين لإيقافه لبناء سور الانترنت الصيني العظيم في روسيا لحجب الانترنت ولكن مع ذلك فإن أقل من 20% من الشعب تأخذ بشكل جدي السياسات السيئة وانتهاكات القانون الدولي وسوء الوضع الاقتصادي هل تعتقد بأنه يمكن الاعتماد على هذه الأرقام في حين لا نعلم ما يشعر به الشعب الروسي داخل روسيا؟ هذا سؤال جيد جداً السؤال حول الاستبيانات والأرقام ومن يقوم بها هو سؤال هام بالطبع وسأعطيك مثلاً حدث مذ فترة قريبة هناك مركز أبحاث اسمه ليفادا مؤسس بشكل جيد وذو سعة جيدة يقوم بإجراء المسوح والاستبيانات وما إلى ذلك وقد عملت في هذا المجال سنوات عدة لذا فأنا أعرف هؤلاء الناس بشكل شخصي تم اعتبارهم قبل الحكومة عمال أجانب وفي روسيا حين يتم أطلق هذا اللقب يعني أنك لن تحصلين على أي عقود أو أي تمويل وسيتم النظر إليك بريبة شديدة سيتم التدقيق في سجلاتك وضرائبك لذا فإن هناك الكثير من الضغوط على أولئك الذين يقومون باستبيانات الرأي حتى تقوم المؤسسات التابعة للدولة بتقديم الأرقام الجميلة المناسبة عن شعبية القادة وما إلى ذلك كل هذا حصل خلال الإسبوع الماضي نعم ولازلت هذه المؤسسات تعمل هل سيستطيعون العمل؟ ولكن السؤال هو من سيمولهم وإن تم تمويلهم من الخارج فهل هذا سيعني إغلاقهم من قبل السلطة أم لا؟ سنرى ولكن ما يحصل علامة سيئة جدا علامة سيئة أخرى حين كان هناك منظمة حماية بيئية مرتبطة بمنظمات السلام الأخضر ذهبوا إلى جنوب روسيا للمساهمة في إطفاء الحرائق هناك ولكن بعض السكان المحليين المنظمين بشكل واضح بأقنع وعصي وأسلحة نارية قابوا بضرب هؤلاء البيئين وبدل حمايتهم وحماية هؤلاء المتطوعين قامت الحكومة بوصمهم بأنهم عمل للخارج وقاموا بإغلاق المنظمة يبدو شبيها بما يحدث في سوريا أو ديكتوريات أخرى هناك سبب وراء دعم الروس للأسد وإن روسيا حليف للجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي هي أيضا ليست أكثر الأماكن ديمقراطية في العالم هم يقولون أنهم لا يريدون الغرب لأن الغرب سيء الغرب ليس روحانيا بالنسبة لنا ولذلك سنتعامل مع نظام علماني سوري أو نظام إسلامي في إيران أو حتى فترة قريبة مع فنزويلا وبالطبع يتعاملون مع الصين وكوريا الشمالية هذه ليست شراكة جيدة أنت خبير اقتصادي أيضا وكما ذكرت فإن السعر صرف الروبل انخفض وكذلك أسعار النفط هل ستبقى كذلك؟ وما تأثير ذلك على روسيا؟ الروس محظوظون أن النفط في حدود الخمسين دولار وليس ثلاثين دولار أعتقد أن ما يقومون به واضح من تخفيض في الموازنة في التأمين الصحي والتعليم وكل ما يتأثر به الناس العاديون لكن ما نراه في مستويات أعلى كقادة الشرطة تم اعتقال أحد القادة ومعه 120 مليون دولار نقدي في منزله غرفة مليئة بالأموال النقدية يسمح لأولئك الذين يحمون السلطة بتلقي مبالغ طائلة ورؤوس أموال وأرسال أولادهم إلى مدارس خاصة في سويسرا كجيتنوفيسكي لا زالت الطبقات العليا تحصل قدر ما تستطيع من الدولة ولكن سخيف الأمر أن هناك ملايين الروس ممن لا يزال يصوتون لهؤلاء نسمع الآن الكثير من الكلام في الولايات المتحدة وفي الإعلام عن تدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية كم هو واقعي بالنسبة لك بالطبع فأن وسائل الأعلام الروسية المقربة من الحكومة تفضل ترامب على هيلاري كيف تقرأ هذا في ضوء العلاقات الأمريكية بداية فإن غالبية الخبرى في الولايات المتحدة الأمريكية يشككون أن اختراق لجنة المؤتمر الوطني الديمقراطي والذي يعتبر المقر الرئيسي لحملة الحزب الديمقراطي وحملة هيلاري كلينتون كان قد تم من قبل جهات لها علاقة بالحكومة الروسية هل تم إثبات هذا؟ غالبية الخبراء ومن ضمنهم مكتب التحقيقات الفيدرالية ووكالة الاستخبارات المركزية والأمن الوطني يعتقدون أن الروس خلف هذا الاختراق ومن الملفت للنظر أيضا ردة فعل بوتين على الموضوع هو قال إنه ينفي أن يكون أي جهاز تابعا للحكومة مرتبطا بما حصل ولكننا نعلم أن كل الاختراقات الألكترونية تتم عبر أشخاص يتم توظيفهم من قبل الحكومة أو هم جزء من جريمة منظمة كثير من الروس متورطون بتزويرات بنجية الألكترونية وأشياء أخرى وكذلك تمت سرقة ملايين الدولارات من قبل مخترقين من ذلك الطرف من العالم بوتين لم يقل أن الدولة لا تقف خلف هذا الهجوم ولكنه قال أن الدولة لم تقم به وفرق كبير بين الاثنين هناك مشكلتان أساسيتان هنا الأولى أنهم اخترقوا اللجنة الوطنية الديمقراطية الثانية احتمالوا أنهم أثروا في النظام الانتخابي للدولة تذكري أن آلغور خسر فلوريدا لصالح جورج بوش في عام 2000 بفارق 400 أو 600 صوت إذ تم اختراق أحد الولايات المؤثرة وزادت بضع ألاف من الأصوات لصالح أحد المرشحين فإن هذا المرشح قد يربح تلك الولاية ومن ثم قد يربح الانتخابات لذلك فإن هذا أمر حساس جدا والأمن الوطني يعمل على حماية النظم الانتخابية للولايات والتأكد من أن هذه الأنظمة لا يمكن اختراقها الأمر الثالث الذي ليس لدينا جواب عنه بعد هو أن الخادم الخاص برسائل كلينتون الألكترونية السرية هل تم اختراقه من قبل هيئة أجنبية؟ نعلم أن الصين تقوم بالكثير من هذه العمليات وكوريا الشمالية أيضا قامت بعملية قرصانة ضد سوني بعد الفيلم الذي أنتجوه ولكننا لا نعلم من الذي فعله الروس أو لم يفعلوه الحقيقة هي أن الصين وروسيا هم على رأس خبرات اختراق الحواسيب بما في ذلك الحكومة لأنه لا يوجد قانون لمنع هذا لأنهم يعرضون الولايات المتحدة وينافسونها ولأكون صادقا فإن الولايات المتحدة متورطة أيضا في هجمات واختراقات ألكترونية ضد روسيا والصين وسؤال هو هل يمكن الوصول إلى نقطة يتم فيها إقرار قوانين حول هذا الموضوع مع روسيا والصين ربما حول ما يمكن فعله وما لا يمكن فعله على سبيل المثال يمكن جمع المعلومات ولكن لا يمكن العبث بالمنظومة الانتخابية وأنظمة الملاحة والأقمار الاصطناعية ومحطات الطاقة النووية وما إلى ذلك أعتقد أنه يجب البدء بأمور العبث والاختراق لأن العبث بهذه الأمور وبصفة محاميا سابقا هو عمل عدائي لا يهم إن قصرت محطة طاقة أو عبثت بها وتم إخراجها من الخدمة هو ذات الأمر إذا تم العبث بأنظمة أحد المستشفيات ولم يعد بالمقدور علاج الناس فهذا يعني تدمير نظام الدعم الصحي في ذلك البلد أعتقد أنه يجب العمل مع روسيا للوصول إلى قوانين في هذا المجل ذكرت أمرا خطيرا وهو التدخل للمخترقين الإلكترونيين في نتائج الانتخابات الأمريكية وهذا أمر كبير وخطير جدا هل تعتقد بأن الناس هنا قد انتبهوا لهذا الأمر أو ناقشوه لإيجاد حل لمواجهته مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية سألتي سؤالا جيدا جدا وهو أنه قبل أقل من شهرين على الانتخابات ما الذي بإمكاننا عمله ومما أعلمه هو أن الأمن الوطني يتواصل مع الموظفين المسؤولين في اللجان في الأولايات لرفع نسبة الحس الأمني لديهم ليس لدينا في الأولايات المتحدة نظام حماية ألكترونية مركزي للانتخابات نظام الانتخابات الألكتروني ليس نظاما فيدراليا بل مرتبط بكل ولاية بعد هذا ظهرت كثير من الأسئلة حول استقلالية الأولايات التي لا تريد لموظفي واشنطن أن يخبروهم بما يجب عليهم فعله هذه الأنظمة مختلفة في كل ولاية بعضها غير قابل للاختراق مقارنة بأخرى أقل منها وهذه هي المشكلة قد لا نستطيع تغييرها ولكن يجب علينا مراقبتها كالصقور للتأكد من أن الروس وصينيين أو غيرهم لن يخترقوا أو يغيروا نتائج انتخابتنا كخبير في روسيا تحدثنا عن تفضيل روسيا أحد المرشحين عن الآخر تاريخيا كانت روسيا مقربة من الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين ولكن كيف ترى وما سبب اليوم تفضيل روسيا ترامب على هيلاري على اعتبار ترامب هو المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية بداية لا أذكر أبدا تفضيل روسيا مرشح على آخر من قبل خاصة مرشح جمهوري مع الجمهوريين سيقولون أنهم سيجدون طريقة للتعامل معهم لأنهم واقعيون أكثر من مدرسة سياسية واقعية والديمقراطيون عادة من النوع الحالم بحقوق الإنسان وما إلى ذلك ولكن مع ترامب هناك إعجاب متبادل بين ترامب وبوتين بوتين قال إن ترامب متعدد الأوجه وهذا ليس بالشيء الجيد والضرورة والتي ترجمها ترامب بأن بوتين معجب به وبعد ذلك بدأ ترامب يقول أن بوتين هو قائد أقوى من باراك أوباما أحدهم ممن أعرفه لسنوات وهو السفير السابق إلى روسيا مايكل مكفول صمم خطين بيانيين للاقتصادين الروسي والأمريكي لذا لا أعتقد أن صفة قائد الأعمال القوية تنطبق في هذه الحالة ولكن بوتين نوعا ما هو رجل مفتول العضلات قليل العقل وترامب كذلك بدرجة أقل وهناك بالطبع الكثير من العنصرية ضد أوباما والتمييز الجنسي ضد هيلاري ولكن أيضا هناك الكثير من الاختلاف في وجهة النظر بين بوتين وهيلاري في إحدى اللقاءات جعل بوتين هيلاري تنتظره لأكثر من 45 دقيقة وبالطبع أشياء كهذه لا تنسى وتخلق احتكاكات شخصية بشكل شخصي وهناك أيضا ما قالته هيلاري كلينتون عن بوتين عن أنه ما زال واقفا بقدم في الحاضر وقدم في الماضي السوفيتي ولكنها قالت بأنها ستقف في وجهه نعم قالت ذلك وقالت أن بوتين يعيد روسيا إلى الحقبة السوفيتية وقارنت العدوان الروسي على أوكرانيا بعدوان هتلر على أوروبا ثم تراجعت عن ذلك وقالت أنها لم تعنه لذلك فإن هذه العلاقة إشكالية أصلا وسؤال لترامب على سبيل المثال بالنسبة للإثنيات المتعددة من الجيل الأول والثاني التي لا تثق بروسيا مع المديح الذي يكيله ترامب لروسيا هل يعتقد فعلا أن هذا سيساعده في الانتخابات وخصوصا أن هذه الإثنيات الشرق الأوروبية تصوت للجمهوريين منذ زمن ريغان شخصيا أنا لا أفهمه فاصل قصير ونعود معكم مشاهدين ابقوا معنا نعود معكم مشاهدين ومعظيفين لحلقة اليوم من برنامج في المحور وهي مع خبير روسيا في معهد الأتلانتك لدراسات الاستراتيجية إريال كوهن لننتقل إلى سوريا ولنبدأ بالحديث عن الإدارة الحالية يبدو كاري وكأن لديه مكان أفضل عند الروس من أوباما الذي يبدو مترددا جدا مقارنة مع كاري الذي يبدو كقوى مستقرة بالنسبة للروس لماذا تعتقد بأن كاري يلعب هذا الدور اليوم لوقت طويل كانت سياسة هذه الإدارة إعطاء روسيا دورا في مناطق الاتحاد السوفيتي وجعلها قائدا أقليميا بالإضافة لدفع روسيا للعب دور بناء في الشرق الأوسط وأعطاء روسيا دورا في النظام الذي تود الولايات المتحدة إدارته بدلا عن ذلك فإن روسيا تلعب دورا ضد توازن القوى العالمي حيث تدعم إيران التي تحاول تحجيم دور النظام السعودي ليس في السعودية بل في الخليج وبلاد الشام وغيرها والآن إيران تقول إن العائلة المالكة لا يمكن لها أن تدير المسجدين بسبب حادثة الددفع السنة الماضية وروسيا تدعمها في ذلك روسيا تدعم إيران في اليمن أيضا والتي هي مواجهة مباشرة مع السعوديين وفي سوريا حيث المواجهة غير المباشرة إذن هناك المعسكر السني الأمريكي مع إسرائيل كجزء منه وهناك المعسكر الروسي الإيراني الشيعي على الطرف الآخر وهو أمر خطير برأيه هذه وصفة للمواجهة روسيا تدفع إيران للمواجهة ضد النظام الذي ينتج كميات كبيرة من النفط في الشرق الأوسط لأن مما تريده روسيا هو أسعار أعلى للنفط وهو ما يمكن الحصول عليه بمواجهة مباشرة بين السعودية وإيران هناك دول في الشرق الأوسط مثل السعودية ومصر التاني بدأتا تلجآن إلى روسيا لطلب ما يريدون والمسؤول الرئيس عن هذا التغيير هي إدارة الرئيس أوباما لأنهم أعطوا روسيا اليد العليا في الشرق الأوسط لماذا فعلوا ذلك من وجهة نظري؟ لا أود القول أن إدارة أوباما أعطت اليد العليا للروس ولكنها سحبت مشاركتها وخلقت فراغا فلنذكر أن صعود داعش كان بسبب الانسحاب السريع للولايات المتحدة من العراق وقد قلت مسبقا لا يمكن أن تنسحب فجأة بعد حرب بهذه الصعوبة كلفت أرواح الآلاف من الجنود من العراقيين وغيرهم لا يمكن أن تنسحب دون اتفاقية لوضع القوات يجب أن يكون هناك خارطة طريق بحيث يقوم العراقيون بما عليهم ولكن تبقى القوات لدعم الحكومة إلا زم الأمر إدارة أوباما كانت متحمسة جدا للانسحاب السريع وكذلك رغبت من الانسحاب من أفغانستان بذات السرعة ولم تفهم طبيعة اللعبة التي تلعبها وكانت النتيجة أن ظهرت داعش في الشرق الأوسط ولكن هذا الفراغ أيضا أعطى القوة لإيران وسمح للأسد بالبقاء حتى الآن وكان لروسيا حسابتها الخاصة روسيا أرادت العودة إلى حسابات اللعبة في الشرق الأوسط بعد غياب طويل إثر انهيار الاتحاد السوفيتي عبر بيع الأسلحة ودعم المشاكل حول أماكن إنتاج النفط لتبيع نفطها الخاص بها النفط الروسي أكثر تكلفة في الإنتاج من النفط السعودي أو العراقي أو الإيراني لذلك فهم يريدون أسعار النفط تصل إلى درجة تجعل من إنتاج النفط الروسي عملية مربحة يودون بيع مفاعلات نووية وقد ذكرت الأسلحة سابقا والأهم من كل ذلك بالنسبة لروسيا هو تدمير القوة الأمريكية وزيادة القوة الروسية حتى وإن عن ذلك دعم ديكتاتور الأسد حتى وإن عن ذلك بيع أسلحة إلى مصر إدارة أوباما أزعجت النظام المصري على سبيل المثال حين دعمت مرسي وقامت بكل السياسات التي لم تعجب المؤسسة الحاكمة ولذلك بدأوا بالتطلع للروس لا أعتقد أن السعوديين بدأوا بالتوجه للروس ولكنهم حاولوا التحادث معهم بشكل عقلاني ووعدوهم بالاستثمارات وشراء الأسلحة ولكنهم فاشلوا حتى الآن في الوصول إلى ما يريدون من الروس وهو التخلي عن بشار الأسد لكن روسيا تقدر السلعة التي لديها وقيمتها ووجود داعم قوي لديكتاتور كهذا يعني البقاء لمدة طويلة هل الأمر متعلق أيضا بعدم رغبة روسيا بوجود أنظمة ديمقراطية حولها كما تعلم أوكرانيا أخافة النظام الروسي وبشكل واضح سوريا أيضا على اعتبارها آخر ما تبقى لهم من الشرق الأوسط الحليف الأخير هل ترى أنهم لا يريدون للديمقراطية الملهمة من الغرب أن تجتاح المنطقة باتجاههم؟ سؤالك مثير للإهتمام إذا نظرنا إلى ما يجري في تركيا تركيا كانت ديمقراطية تركيا لا زالت عضوا في حلف الناتو بعد الانقلاب خاصة وحتى قبله أردوغان وبوتين كانت لديهم علاقة جيدة جدا والأمر الوحيد الذي عكر هذه العلاقة هو إسقاط تركيا لتلك المقاتلة الروسية لكن حين تجاوزوا هذا الموضوع والتقوا في التاسع من آفيسانت بطرسبرغ أعادوا صدقتهم من جديد ولكن أصدقاء ضد من؟ أصدقاء ضد الولايات المتحدة أردوغان لديه وجهة نظر أن الولايات المتحدة تدعم فتح الله غولان وهو ما لا أعتقده نحن أعطيناه ملجأ ولكن لا أعتقد أننا كنا ندعمه خصوصا في موضوع الانقلاب ولا روسيا هي صديق مميز لتركيا مجددا لذلك أعتقد أن هؤلاء الحكام الأقل ديمقراطية يلتفتون إلى موسكو عادة وهذا يضع الولايات المتحدة في موقف صعب لأن هناك من يتساءل لماذا ندعم نظاما ملكيا في السعودية أو الإمارات العربية المتحدة؟ يجب علينا دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان ولكن إذا لم ندعم هذه الأنظمة الملكية فإن روسيا أولا والصين ثانيا والهند وإسرائيل ستتعامل مع هذه الأنظمة المالكة لأن لديهم طريقة مختلفة بالتعامل بواقعية والتي لا تنظر إلى طبيعة النظام الداخلي في الدولة بل تهتم بالعلاقات الثنائية والاستثمارات والتعهون الأمني ومنبيعات الأسلحة والنفط ولكننا رأينا تغييرا أيضا في طريقة تعامل الصين ودول أخرى مع الولايات المتحدة مثل ما قاله رئيس الفلبين عن الرئيس الأمريكي والتعامل الصيني مع الرئيس أيضا والصراخ على سوزن رايس والإحراج الذي حصل في بكين كيف ستؤثر سياسة أوباما الخارجية على الولايات المتحدة ومكانتها في العالم مع قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة برأيك هذا سؤال جيد جدا إذا نظرت إلى التقييمات العالية التي حصل عليها أوباما فهي أكثر من 50% وهي بالنسبة لرئيس الراحل نسبة جيدة يبدو أن الناس لا تعيروا اهتماما وسجلت فيديو مع صوت أمريكا عن هذه الانتخابات وكيف أنها عن مرشح الأخبار ومرشح الأخبار الحقيقية كثير من الناس لا يشاهدون الأخبار إذ نظرنا إلى معدل الأعمار لأولئك الذين لا زالوا يشاهدون الأخبار فهؤلاء كبير السن الذين يشاهدون التلفاز اليوم هم يشاهدون الأمور المسلية وبرامج الواقع وترامب لحد كبير جزء من برنامج للواقع تصرفاته ومواقفه جميعا هي من برامج الواقع فبينما ترامب هو ممثل للواقع فإن هيلاري هي مرشحة للسياسات المملة القديمة في الأخبار وهذا ما يفسر تعامل الناس مع هذا الأمر عوضة إلى سؤالك أعتقد أن الولايات المتحدة تخسر سمعتها أعتقد أن الناس تحترم القوي الناس لا يريدوننا أن نقتل يمينا ويسارا فهذا لا يعطينا أي شعبية ولكن يجب احترام القوة وهو أمر قديم في السياسة الخارجية ولكن الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك وعدم مدى السجاد الأحمر حتى للرئيس هذا أسوأ من معاملة أي دولة أخرى بالنسبة للصين فإن كل هذه الأمور المتعلقة بحفظ ماء الوجه هي أمور مهمة جدا أكثر مما هي مهمة للولايات المتحدة والغربيين وفي السياسة الخارجية كمجال عملت فيه أغلب حياتي فإن أمور البروتوكول كمن يجلس جانب من ومن يدخل أولا وما نوع زيارة كل هذه الأمور المتعلقة بالبروتوكول تطورت عبر مئات السنين ولهذا أعتقد أن الرئيس أوباما غفل عن بعض الأمور بالطريقة التي تعامل بها الصينيون أو بوتين أو غيرهم معه يجب أن تكون محترما ومخيفا في بعض الأحيان إذا كنت تمشي دون سلاح في الحي السيء حتى لا تتعرض للسرقة أو الضرب لنتحدث عن صفقة كاري لافروف عن سوريا لم يتم الأعلان عن الاتفاق كاملا بعد ولكن هناك أراء مختلطة عن ما يجري هل تنسحب الولايات المتحدة من الصفقة؟ هل يقوم الروس بتمرير خططهم الأصلية بعدم الحديث عن الأسد الآن والتركيز على جبهة النصر سابقا وعدم الحديث عن حزب الله والميليشيات الشيعية وكيف يذبحون المدنيين السنة على هوياتهم كيف تقرأ هذه الاتفاقية؟ بداية دعينا ننظر لخلفية الاتفاق والتي تدعو للتشاؤم وخيبة الأمل ثم تجريب هذا الاتفاق في شباط وصمد لشهر ونصف ومن ثم انهار سنرى كم سيلبث هذا الاتفاق ولكني اعتقد أن إدارة أوباما تبحث عن فوز بحيث يغادرون البيت الأبيض في نوفمبر مع اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا للقول أنهم ساهموا بتحسين الوضع الإنساني وهو أمر هام لهم الروس ليسوا مهتمين على الإطلاق بالنسبة لهم فإن 250 ألف أو 300 ألف قتيل ليسوا مهمين وليسوا من شعوبهم بالنسبة للروس فإن ذهاب دفعات أكبر من اللاجئين إلى أوروبا يصب في مصلحتهم لأنها تؤثر على استقرار أوروبا من وجهة نظرهم أمر كهذا يؤثر على الأرضية السياسية في بلد مثل ألمانيا والتي هي أهم بلد بالنسبة لروسيا في أوروبا وسيدة ميركل كانت إلى حد كبير ضد السياسة الروسية في أوكرانيا وأرادوا من روسيا الخروج روسيا تدعم حزبا يمينيا متطرفا في ألمانيا هو حزب البديل من أجل ألمانيا فكلما زاد عدد اللاجئين في أوروبا زادت قوة وسيطرة اليمين المتطرف في الحكم مثل البديل من أجل ألمانيا في ألمانيا مارين لوبيم في فرنسا في النمسا أكثر من أربعين في المائة يدعمون اليمين المتطرف والروس سعيدون بذلك خلال 25 سنة منذ كانت روسيا هي الاتحاد السوفيتي انتقلوا من دعم اليسار المتطرف إلى دعم اليمين المتطرف اليوم إضافة إلى اليسار المتطرف طالما أن هذا سيضعف النمط اليورو أطلسي الاجتماعي الديمقراطي ويمين الوسط في أوروبا هذا ما يحدث في الولايات المتحدة هم يدعمون أقصى اليمين البديل كما يطلقون عليه أليس هذا هو الاسم الجديد؟ نعم يمكنك لتسميتهم بالقوميين وفي عدة حالات العنصريين الجمهوريون اليوم في ورطة نوعا ما لأنهم يحتاجون أن يبعدوا أنفسهم عن أشخاص مثل ديفيد دوك وهو شخص عنصري ذو انتماء قوقازي طبقي وهو يزور موسكو بشكل دوري وهو يظهر على التلفزيون الروسي بشكل دائم والروس يمدحونه هذه هي الحقيقة التي لا يزال الكثير من السياسيين في الكونغرس بعيدين عنها بالعودة إلى سوريا هل تعتقد بأن أوباما سينجح في خلق هذا الإرث الذي يريد عن أنه حقق شيئا ما في سوريا عن طريق إبرام صفقة مع روسيا والتي ستؤسس نوعا ما لبداية جديدة لمفاوضات حقيقية لإيجاد حال نهائي أم أن روسيا ليست مهتمة بإبرام أي صفقة مع أوباما لأنه سيكون خارج البيت الأبيض خلال عدة شهور برأيك بالتأكيد أنا أرغب بأي صفقة توقف قتل الناس وتوقف معانتهم كان هناك الكثير من المعانات في سوريا كما في كثير من الشرق الأوسط كليبيا واليمن حيث لا زالت الحرب مشتعلة هناك ولكن الروس ليسوا مهتمين بإبرام صفقة مع أوباما بوتين شخصيا لا يحب أوباما ولا يحب الولايات المتحدة كمية الدعاية ضد الولايات المتحدة اليوم في روسيا هي أكبر مما كانت عليه في ظل حكم بريجينيف خلال الحقبة السوفيتية وبالطبع أكبر بكثير مما كانت عليه في ظل حكم جورباتشوف ما يريدونه هو إبقاء الأسد في السلطة وإظهار أنه يمكن الاعتماد على روسيا وإرسال أكبر عدد ممكن من اللاجئين إلى أوروبا لزعزعة الاستقرار فيها قدر الإمكان وإظهار الولايات المتحدة في موقف ضعيف وإلقاء اللوم عليها لقلة الاستقرار في الشرق الأوسط وفي سوريا ولإلقاء اللوم على الولايات المتحدة بظهور داعش أيضا الروس سيلومون الولايات المتحدة على كل شيء كما سيلومونهم على الثورات العربية كما لو أن هذه الأنظمة كانت على أحسن ما يرام وكانت شعوبهم تحبهم وكأنه لم يكن هناك أي محركات داخلية لهذه الثورات أنا قلق جدا من الدور الذي يلعبه الاتحاد الروسي في العالم اليوم وبالذات في الشرق الأوسط الاتحاد الروسي لعب ما نطلق عليه اليوم في علم السياسة ضد توازن القوى لزيادة الغلايان والفوضى وهو أمر خطير للغاية لأن سياسات كهذه تقود لحروب كبرى سؤالي الأخير على اعتبار بأن روسيا تفضل التعامل مع شخص كدون دونالد ترومب إذا فاز بالرئاسة ولكن ما زال هناك احتمال فوز هيلاري كلينتن وعدم حصولهم على صفقة مع أوباما يعني حصولهم على صفقة أسوأ في حال فازت هيلاري كلينتن في الانتخابات هل روسيا متأكدة لهذه الدرجة من قدوم دونالد ترومب؟ هل هذا لا يريدون أن يعقدوا صفقة الآن مع أوباما برأيك؟ سؤال جيد جداً ربما روسيا تعلم أمراً لا نعلمه نحن ولكن خلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفعت فرص فوز ترومب أنا لا أتجاهل احتمالية فوزه وأعتقد أن روسيا أعدت نفسها لمواجهة طويلة مع الولايات المتحدة كحرب باردة جديدة وفي الحرب الباردة تكون الرسائل دائماً نحن محاصرون والأعداء يتربصون بنا من كل جانب وهذا ما يوفر للنظام دعماً شعبياً ويؤمن البقاء لنظام بوتين لوقت طويل مع التزام كبير من الشعب الروسي شكراً جزيلاً لك أريال كوهن شكراً جزيلاً لك شكراً لمتابعتكم مشاهدينا أستودعكم على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل في سوريا حرة دمتم في رعاية الله شكراً جزيلاً لك